أربعة لقاءات حتى الآن أربع دول وكثير من الأجندة بعد كل لقاء يخرج مسؤول تركي ويؤكد أن مسألة الانسحاب العسكري من سوريا غير واردة في جدول بلاده جديد التأكيد هذه المرة جاء على لسان الوزير مولود جاووش أغلو أنه لانية في التراجع حفاظا على أمن بلاده القومي مشددا في الوقت عينه على احترام بلاده لوحدة الأراضي السورية وإصرارها على تطبيق قرار مجلس الأمن الذي ينص على تفعيل الحل السياسي مسألة الانسحاب التي يربطها النظام كشرط لتحقيق أي تقارب مع أنقرة يرفضها الأتراك فالاجتماع الرباعي الأخير لم يتطرق إلى مثل هذه المسائل كما أكد مسؤولون أتراك وبالحديث عن الاجتماع الرباعي يكشف وزير الخارجية التركي تفاصيل الاجتماع المقبل ويقول إن موسكو أبلغتهم بإمكانية عقاده قبيل الانتخابات التركية المقبلة لكنه يبقى تخمينا حتى الآن وقت حرج للطرفين على ما يبدو حيث يسارع الأتراك إلى إحداث خرق في مسار التفاوض مع النظام مع تركيزا شديدا على مسألة إعادة اللاجئين التي تقلق الشارع التركي في حين يمشي النظام خطا مثقلة أو متباطئة ربما نحو المسار السياسي رفضا منه تحقيق مكاسب انتخابية لحكومة رجب طيب أردوغان أو انتظارا لفرصة أفضل مع حكومة جديدة